ولهذا خرج تقرير اللجنة هذه بعدم استعمال هذه الممرات وفيها بعد درنا تعليمها لكل مدرأة الصحة والولايات بش يعني بش ما تكونش هذه الممرات موجودة في المؤسسات الاستشفائية وحتى المؤسسات الأخرى بعد انتشارها ولجوء المؤسسات الاستشفائية والعيادات وهيئة أخرى لتنصيبها أمام مداخل مقراتها وزارة الصحة تمنع استعمال ممرات التعقيم الخاصة بفيروس كورونا وتقرر سحبها نهائيا ممرات تشكل خطرا على الأشخاص لما تحويه من مواد وتسببها في تعقيدات على مستوى الجهاز التنفسي الجلد والأخشية المخاطية في ما يخص الزافيكسون ريسبيراتوار ولا حتى في الزافيكسون كيطاني ولا ديميكوز أيضا ومن بعد التقارير هذا قدمناه للجناء العلمية تع وزارة الصحة وقررت يعني باقي الدوكومنت على الوامس شفنا بلي الممرات هذه تقدر تكون عندها مشاكل صحية إذا استعملت بصفة عشوائية تنصيب هذه الممرات كان بصفة عشوائية فلجنة رصد ومتابعة وباء كورونا تؤكد أنها لم تتلقى إختار بشأنها واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة في الوسط الاستشفائية والوقاية منها رسلت هيئة فرار لأعلامها بخطورة ممرات التعقيم الكميتي ديكسبيرت لزانفكسون الزوكوميال كانت تقرير فيما يخص كيفية استعمال هذه الممرات وشافوا بلي فيه ضرر ولهذا خرجت تقرير لجنة هذه بعدم استعمال هذه الممرات وسيلة وقائية تم الترويج لها كثيرا منذ بداية أزمة كورونا في الجزائر وباء يقول الخبراء عنه الكثير ووصل الأمر إلى وصفه بالخبيث بأشكاله المتعددة وقوته